أهلا بكم يا برج السرطان في التوقعات العامة لشهر يناير 2020 أول شهر في السنة الجديدة أتمنى أن هي تكون سنة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله هنعمل مع بعض دلوقتي التوقعات العامة عن العاطفة العمل والمال الوضع الصحي وكمان الوضع الدراسي فأتمنى أن التوقعات تعجبكم إن شاء الله فطبعا يا برج السرطان لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى أن أنت تدعمنا بلايك كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل الموجودة فخلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله برج السرطان شهر يناير 2020 بسم الله أوكي طب ما شاء الله على فكرة يا برج السرطان إن طاقتكم الشهر ده كويسة جدا يعني هو الطاقة العامة بتاعتكم الفور فوند في ناس كتير منكم بتحتفل سواء في العمل أو عن طريق زواج في ناس منكم بتتجوز بتأسس بيت جديد أو حتى المتجوزين منكم في عندكم تجديدات في البيت في حاجات كتير بتعملوها في الأسرة يعني حتى لو أنتم ما بتوضبوش البيت ففي حاجات كتير مشتركة عندكم اهتمامات أسرية واهتمامات عائلية احتفالات حاجات كتير بتعملوها مع الأسرة وكده يعني في ناس منكم بتتجوز واللي متجوزين منكم في حاجات بتعملوها في البيت يعني الشخص اللي انتم بتتعاملوا معاه غالبا ده ممكن يكون شخص بيسافر كتير أو شخص ممكن يكون على فكرة مش من نفس البلد اللي انتم فيها وهيجيلكم مثلا من سفر وهتتجوزوا شايف ان انتم بتحضروا البيت جديد ممكن كمان يكون الشخص ده هو الكرة ده بيرمز للزواج يعني انا شايف ان هو عاوز يرتبط بيك كمان يمكن لا مش اكتر منك ولا حاجة انا شايفكم ان انتم الاثنين في نفس الطاقة او انتم الاثنين في نفس المشاعر لان طاقتك انت زالوفر انت شايف ان الشخص ده هو الشخص المناسب للحب والزواج والارتباط شاعر ان هو نصفك الاخر شاعر ان هو هدية من ربنا وان ربنا بعتلك الشخص ده حاسس ان هو ده الشخص اللي انت بتكون مبسوط معاه حاسس ان هو توقم روحك وان ربنا عوضك بالشخص ده وانت عاوز تتزوج منه بقى وان انتم يكون فيه حاجات كتير مشتركة ما بينكم الشخص ده انا شايفه زعلان فيعني بس ما اعتقدش ان هو زعلان منك على فكرة لان انا شايفكم انتم الاثنين مبسوطين او قد يكون الشخص ده زعلان بسبب مشاكل متكررة كانت بتحصل ما بينكم وهو مش عاوز المشاكل دي تتكرر او انا شايفه اخد منك موقف على فكرة وممكن يكون كمان مزعق معاك او حاجة او مشحون من ناحيتك ومبتعد شوية وعاوز يتوحد لان تقريبا انتم بقى لكم فترة هو بيتحايل عليك ان انتم تاخدوا العلاقة دي للامام وتقريبا انت اللي ما كنتش موافق لاي سبب ممكن يكون كمان سبب مادي ولا حاجة لكن هو زعلان علشان هو كان عاوز ياخد العلاقة دي خطوة للامام وانت اللي ما كنتش موافق تقريبا او كنت بتأجل وده كان بيدايقه او ممكن ما تكونش انت كنت واضح معاه في بعض الحاجات وهو كان بيتدايق مثلا بسبب ان انت ما بتوضحلوش كل حاجة يعني ده اللي ظاهر قدامي لكن انا شايفه منكم ناس كتير بتتجوز في عندكم تقدم في العلاقة دي حتى المتجوزين منكم شايفه عندكم سعادة واحتفالات وفي حاجات كتير مشتركة بتعملوها سوا ويعتقدكم عاطفيا ما شاء الله جميلة جدا يعني على فكرة يا برج السرطان انت ممكن تكون بتتعامل مع برج الحمل او برج العزراء ممكن كمان تكون بتتعامل مع برج السرطان زيك يعني ممكن كمان برج الجوزاء دي الابرج اللي موجودة ده بالنسبة لوضعك العاطفي اما بالنسبة في العمل فانا شايف ان انت في عندك نوع من انواع الحيرة في ناس منكم حاولوا محاولات كتير ممكن انت تكون كنت عاوز توصل لبوزيشن معين او تقدمت في اكتر من وظيفة او كان عندك عروض كتير وخسرتها وده مسبب لك نوع من انواع الاحباط حاسس ان انت خسرت كل حاجة عندك شعور بالفشل انت حاسس ان انت تستحق وحاسس ان انت عندك امكانيات عالية جدا ومحدش مقدر الامكانيات اللي عندك دي ومحدش مديك فرصتك يعني وعندك اوبشنز كتير قدامك وانت تقريبا محتار مش عارف تختار اي اوبشن منهم في ناس منكم كمان عندها عروض صفر كويسة ولكن في عندهم حاجات تانية مسبب لهم نوع من انواع الحيرة او تقريبا مخلياهم مش عاوزين يسفروا او عندكم مخاوف ان انتوا تسفروا وتفشلوا في الصفر ده او انتوا بتحنوا لعملكم القديم عاوزين ترجعوا لعملكم القديم ومش عاوزين تجربوا حاجة جديدة يعني في شغل صابق لكم او حاجة معينة انتوا كنتوا بتعملوها ومتمسكين قوي بشغلكم ده لو في حتى ناس منكم ثابت عمل فهم عاوزين يرجعوا لعملهم القديم او على الاقل يشتغلوا الشغلان اللي هم يعرفوها ما يشتغلوش في كارير جديد مثلا فدي طاقتكم يعني انا بحاول ان انا قديكم نصيحة بس انا مش ظاهر قدامي انا شايفكم في حيرة وغالبا انتوا ممكن تكونوا برضو هملين عملكم مش مديين واهمية لان انتم بتتزوجوا او عندكم حاجات في البيت بتعملوها فمش مديين شغلكم القدر الكافي من الاهتمام يعني عموما هو في النصيحة هيظهر لنا كل شيء يعني اه صحيا انا شايف في ناس منكم عندهم قلم في العين اه قلم العين ده واضح جدا قوي يعني اه عندكم قلم في العين بتركزوا كتير زيادة عنه لزوم ممكن كمان تكونوا بتقعدوا قصاد الكمبيوتر او الموبايل لفترات طويلة وده مأثر عليكم جدا في منكم ناس كمان عندهم مشاكل في المعدة اه مش مزبطين اكلكم وشربوكم بالاخص في منكم كمان ناس بتشرب اه وده مسبب لكم مشاكل في المعدة يعني فحاولوا ان انتوا تاخدوا بالكم من مشاكل المعدة ومشاكل العين ما تقعدوش قدام السوشيال ميديا او قصاد الكمبيوتر في الشغل مثلا لفترات طويلة اه الطلبة منكم انا شايف ان انتوا بتفكروا في شيء عاوزين تدرسوه مثلا شيء جديد اه وممكن يكون فيه رفض من الاهل على فكرة بسبب الشيء ده والاهل مثلا شايفين ان الشيء ده مفهوش خير ليكم وانتوا بتحاولوا ان انتوا تقنعوهم وانا شايف ان في النهاية ان شاء الله هتقدروا تقنعوهم وهتقدروا ان انتوا تبتدوا في الشيء اللي انتوا بتحبوه مش شرط تكون دراسة اكاديمية برضو ممكن تكون حاجة جديدة عاوزين تتعلموها او حرفة او اي شيء يعني او كورسز جديدة عاوزين تتعلموها واتفر يعني الحاجة اللي انتوا عاوزينها النصيحة بتاعتك يا بورج سرطان يعني انت شكلك عندك نوع من انواع الحيرة خصوصا في العمل يعني وانت محتار مش عارف تعمل ايه فنصحتك بس ان انت تكمل زي ما انت سيب الأمور على الله ويعني اعمل اللي انت تقدر تعمله تقريبا انت مش عارف تعمل ايه بالزبط وبتلوم نفسك يمكن ان انت مش قادر تعمل لنفسك حاجة فما فيش داعل كده اعمل اللي في وسعك واللي انت تقدر عليه واسبها على الله يعني وما تعملش اي حاجة يعني اعمل اللي تقدر عليه وخلاص وفي الوقت المناسب ربنا هيحلها من عنده هنا الملايكة بتقولك من غير المحتمل فتقريبا انتم عندكم افكار سلبية تجاه العمل فالملايكة بتقولكم ان انتم افكاركم السلبية دي مش في محلها وحاولوا ان انتم متفكروش بالشكل ده لان افكاركم دي مفيش ليها اي اساس من الصحة يعني فادعوا بس ربنا واعملوا اللي في وسعكم خليكم متفقلين والامور ان شاء الله هتتزبط في الوقت المناسب اللي ربنا عاوزوا يعني فما فيش داعي لأي افكار سلبية اوكي هنا بيقولك ان انت عبارة عن طاقة من الحب حاول ان انت تنشر طاقة الحب دي في الكون وكل ما طاقة الحب اللي عندك دي تنقص حاول ان انت تستمد من الكون المزيد من طاقة الحب حاول ان انت تكون شخصا محب وانت قريدي اصلا في الطاقة دي ده انت شخصيا يعني فحاول ان انت تخلي عندك المزيد من الحب بصفة عامة كمان مش حب الحبيب بس يعني حب كل الناس حب حب بيتك حب زميلك في العمل حب الناس في الشارع اي حب عموما حاول ان انت تمشي توزح حب على الناس كده وتزود الطاقة دي في حياتك فدي القراءة العامة بتاعتكم يا برج السرطان انا هعمل دلوقتي قراءة تانية للعزاب وهعمل برضو قراءة للمنفصلين والمطلقين علشان اشوف هل يوجد فرصة للرجوع هذا الشهر ام لا هبتدي طبعا بالمنفصلين والمطلقين خلينا نشوف هل يوجد احتمالية للرجوع هذا الشهر ام لا المنفصلين والمطلقين من برج السرطان اوكي هل يوجد رجوع للمنفصلين والمطلقين من برج السرطان هذا الشهر طبعا يا برج السرطان في رجوع غالبا الشخص ده يعني سواء بقى كنت انت اللي سبته او هو اللي سابك يعني حد فيكو حاس ان العلاقة دي غير مجدية وان هو عاوز يسيبها ويمشي وبعد ما مشي كان فيه طاقة ندم او كان مثلا بيحاول ان هو يرجع وكان فيه طرف بيقاوم او انت كنت بتحاول ترجع له وهو بيقاوم المهم كان فيه طرف منكم بيصد الطرف التاني او لكن في الشهر ده فيه فرصة لبداية جديدة وان العلاقة دي ترجع تترسم مرة تانية وان هي تطلع لنور ويكون فيه بداية جديدة فيها الطاقة دي ظهرة جدا فهيكون فيه تقارب فيه وجهات النظر والعلاقة دي هتتصلح ان شاء الله يعني او كمان لو انتوا كنتوا في علاقة بس ما كنتوش في زواج فالرجوع ده هيكون بزواج ان شاء الله اما بالنسبة للعزاب خليني اشوف هل يوجد حب قادم في الطريق لهذا الشهر ام لا مش هذا الشهر يا برج السرطان يعني الموضوع ده هيفضل متأجل شوية تقريبا انت بتفكر برضو كتير في الماضي او انت طاقتك اصلا الداخلية مش متوازنة وعندك قفلة مشاعر ومش مستعد تقريبا ان انت تدخل في علاقة في الوقت الحالي فبالتالي الطاقة دي ممكن هتأخر عليك شوية الارتباط وعلشان كده بيقولك حاول ان انت تكون شخص محب علشان تجذب لنفسك المزيد من الحب وحاول ان انت ما تفكرش بشكل سلبي علشان تجذب لنفسك الحب وتجذب لنفسك كل ما هو جميل يعني فبتمنى لكم طبعا التوفيق يا برج السرطان دي كانت قرائتكم اتمنى ان انت تقولولي رأيكم في القراءة اذا كانت انطبقت معاكم او لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه طبعا يهمني ان انا نعرف رأيكم كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل الموجودة متشكر جدا لكم يا برج السرطان وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق ماه السلام